قال رئيسه التونسي قيس سعيد إن الذين نهبوا أموال الشعب أبدوا استعدادهم لإعادتها بموجب قانون الصلح الجزائي مشددا على أن كل الأموال التي تم نهبها بيجب استردادها في أقرب الأجال سعيد وخلال زيارة قادته إلى مقر اللجنة الوطنية التونسية للصلح الجزائي أكد أن الأموال المنهوبة بلغ حجمها أزيد من 13 ألف مليار دينار ولم يتم استرجاع أي جزء منها لحد الآن متأسفا للتأخر الذي تشهده عملية سياغة النظام الداخلي لللجنة التونسية للصلح الجزائي